موسكو تصف القرار الذي توصلت إليه دول الاتحاد الأوروبي بخصوص تحديد سعر للغاز الروسي وصفته بأنه يعد أو يصنف بمثابة الهجوم على آليات تحديد أسعار السوق وبأنه سيشكل دافعا كبيرا لارتفاع أسعار الطاقة خاصة ما تعلق بأسعار الغاز متوعدة بأن موسكو سترد على هذا القرار بما يحفظ لها مصالحها الاقتصادية سبق للمتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف وانأكد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعلن عن مرسوم رئاسي يرد من خلاله عن القرار الذي توصل إليه الغرب بخصوص تحديد سعر النفط الروسي وربما هذا المرسوم بحسب العديد من الخبراء سيتضمن أيضا الرد الروسي على تحديد أسعار الغاز خاصة وأن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال بأن الكريملين تأخر على موعد إعلان هذا المرسوم لينتظر النتائج التي يمكن أن تتمخذ عليها تلك الاجتماعات التي دارت بين وزراء خارجية ووزراء طاقة في دول الاتحاد الأوروبي